أبوك لما يفتك الحاج حصلت له من كام شهر ويرجع يزعل عليها دلوقتي بساعة بس يا حاج والمغرب هيدا وانت أذفت انت أنا مش كنت أعطي لك الفيسباب بتاعتي من خمس شهور عشان تركبها وتروح لي بها مع صحابك الدرس وتتفاش خر بها وانا أعطي لك ماشي وطيب ثم ترجع هالي بالشكل دوت واعد أصرف عليها كل الفلوش دي كلها عشان تصلح وبرده أبترجعش زي الأول مش عارف انا انت هيعلك انا عقلك فان وانت بتسوق اوه تبقى عمليش وقت الصعبنيات بتوعك دول وانا يعني الولا بيدمع وهيعاية وانت أصلا ما عندكش ريحة الدم انا عارف اخريتها والله العظيم انا عارف روح بقى حاجة تينا روح روح المغرب هيدا روح تشرب لك سجلتان وتنفق نفختان وتبقى زي الفل تكلم عادي لا لو انت بتتكلم معايا وصوتك معلاش على صوتي سماو علمش سام عشان ما تلاقيش اللي فريجلي دي بقت فوشك الوقتي خلاص يا حاج روح بقى خلاص يا حاج انا هنحط الغداء هوت ولا الفتالة هوت هنبقى كويسين و هتفتر بقى مزاجك زي كل والله فين السجاير بتاعت انا عايزها جنبي هنا عشان اول ملعدان يده نشرب السجاير حاضر اجيبها لك حالا و اجيبها ليه ما تزفت داي امي يجيبها لي دلوقتي يلا هلا عمهات السجاير حطها جنبي هنا حاضر يا بابا حاضر طول ما ابوك ما بيشرفش سجاير تلاقيه مش طيق نفسه عمي لا عايز تخاني على اي حاجة امي يا عمي هاتله السجاير بدل ما يطيارن احنا اشتركوا في القناة